السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل اصدقائي واحبابي ومشاهدين ومشاركة ومتابعي قناة دقرات محمد عبد وعلى الحب دائما نلتقل فضلات تعالى اليوم يا شباب ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نرسم دكور سري دي جميل جدا يعجب حضراتكم مع منظر طبيعي وخروج هذا النمر من الطابلو شباب زي ما حضراتكم شايفين بقول لكم شغل سري دي رائع الجميع يستطيع ان هو ينفذ هذا الدكور بكل سهولة وبالفرشاة وبدون استخدام مسدس الرش تقدر حضرتك تنفس ده في شائتك او ترسم ده على كنفس وعلى بركة الله نبدأ ان شاء الله نتكلم في كل شيء بالتفصيل ولكن بداية نصلي ونسلم وبركة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الرحمة العالمين وكالعادة بطل محراركم ووضعوا لايك اسم الفيديو ده عمل لنا كاينة السمر واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة يسعيد نشارك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصبح كل جديد اول خطوة عايز حضرتك تعملها انك انت ترسم كل تفاصيل الرسمة بالقلم الرصاص وبعد كده تجيب قلم فرماستر وتبدأ تظهر الرسمة بتاعتك طبعا بشريطة تيب بنبدأ نحدد الاطار الخارجي للبرواز وبالقلم الفرماستر الاسود بنرسم كل تفاصيل الصورة بهذا الشكل طب ليه بالقلم الفرماستر الاسود لانك انت لما بتيجي تشغل بعد كده وتلون بالفرشاة هتستخدم الوان مركزات الوان مضافة على ورنيش مائي فالالوان بتكون شفافة معاك فانت بتحتاج اللون الاسود يكون واضح معاك حتى نهاية الرسمة ما بيختفيش معاك بسهولة بيفضل مستمر معاك لفترة وده بيساعدك في انك انت ترسم الرسمة بتفاصيل اكثر وضوحا المهم خليك معايا لاخر الفيديو علشان الاستفادة تبقى كبيرة ان شاء الله وقل رأيك في التعليقات واستفساراتك بخصوص اي سؤال انا تحت امرك بنحدد على طول زي ما حضرتك شايف الذيل والرجل اليمنى الخلفية والرجل اليسرى الخلفية لكن لاحظ حضرتك كده الفاصل اللي هو بيفرق بين الرجل الخلفية اليسرى وبطن الطايجر لان دي من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تركز فيها الرجل اللي هي ناحية ناحنا ما بيكونش فيه فاصل بينها وبين جسم الطايجر لكن الخلفية لازم يكون فيه فاصل بهذا الشكل طيب بنبدأ بعد كده بعد ما بنحدد الشكل الخارجي للنمر بنبدأ نحط كل تفاصيل الرسمة بالقلم الاسود ونأكد عليها نأكد عليها ليه لانك انت لما بتيجي تلون زي ما قلت لك في بداية الفيديو انك انت بتستخدم الوان مركزات مائية وده الاكريلك اللي احنا بنصنعه في المنزل بيكون مضافة على ورنيش مائي اه فبيكون شفاف فبيظهر ليك كل التفاصيل دي بتستمر معك لاخر الصورة وده بيساعدك في انك انت تعيد عليها بالفرشة بشكل بسيط طبعا انا بتعمد في هذا الفيديو ان انا اساعدك كمبتدأ ازاي ترسم لوحة جميلة وسهلة وكل ده نقدر ننفذها فبقولك الطريقة مهز صعبة خالص استخدامك للقلم الفرماستر لو انت شغال على جدارية يكون قلم فرماستر عريض لو انت شغال على كنفس طبلوء من القماش هتستخدم قلم فرماستر من اللي هو الرفيع اللي هو العلبة الالوان الستة لون اللي بنلون بها فيه كراسة الرسمة مع اولادنا التلاميس بتبدأ كده بكل آآ تفاصيل جسم الطايجر بتحددها بالقلم الفرماستر زي ما حضرتك شايف وطبعا انا في المنطقة دي بصرع الفيديو شوية لان المعلومة وصلت لحضرتك ولكن برضو لمتعة المشاهدة ممكن حضرتك تتابع آآ هزيه الخطوات وتشتابع التغير اللي هو بيطرق على اللوحة واحدة واحدة يعني ما تصرحش الفيديو واستمر معايا للنهاية حتى تكتمل الفائدة باذن الله تعالى ان شاء الله نتكلم فيه تفاصيل كتيرة على مدار آآ الفيديو وكل اللي حضرتك بيضرب في زهنك من دمج للالوان وتصليل واضاءة وتسيح الالوان وازاي نعمل الضوء والظل او النور والظل كله ده سهل جدا طبعا بعد ما بننتهي من تفاصيل النمر بندخل على تفاصيل الغابة طبعا هو خارج من الغابة فالوان الزرع والاشجار هتكون بهتة داخل الطبلوه لانها بعيدة جدا والضوء في الصورة خارج من الطبلوه وجاي من اعلى النمر علشان كده الظل النمر هيكون اسفل من النمر هيكون اسفل النمر وللامام قليلا يعني بقول لحضرتك هنا في البداية هتاخد اللون الاصفر الجملي وتدوس على التيب كده كويس ندوس عليه بشكل جيد علشان نملأ هذا الطبلوه اللي هو الاطار الخارجي الاطار الخارجي مكون من جزئين جزء باللون البني وجزء باللون الابيض طبعا اللون البني بيتحدد بالشريطين فالشريط اللي في الخارج هيتشال خالص لكن هنفضل محافظين على الشريط الداخلي لان هو ده اللي هيكون مكانه ابيض لنهاية الصورة بحيث انك انت بتبدأ تدخل فيه رسم الطبلوه والغابة من الداخل الاشجار وهكذا هيفضل الشريط الداخلي موجود معاك مكانه ابيض وده بيدي شكل جمالي جدا ورائع مع الطبلوه ركز معايا انا جبت اللون الاخضر الزرعي لون اخضر ازاي اهو طبعا مضاف على ورنيش ومدربه ومجهزه وجبت معاه الاصفر الكناري اللي هو الاصفر الامون قربت الكاميرا علشان التفاصيل تبقى زارة حضرتك اول حاجة دي الارضية اللي انت تشغل عليها بالفرشة الكبيرة كده وبتبدأ تفرش المساحات اللي هي هيبقى فيها اللون الاخضر بهذا الشكل ويفضل طبعا ان يكون الصورة معاك على تليفون او من ورقة المهم انك انت تكون شغال من صورة امامك علشان ما تبعدش عن التفاصيل والتفاصيل الصورة اقصد يعني ان هي ما تهربش منك شوف بعد ما حطيت اللون الاخضر ده ضفت سنة اسود عشان يديني لون زيتي غامق قوي وحوالين الاطار كده وببدأ ازود الدرجات الغامق دي وفي المناطق اللي هي فيها الظلم بفرش كده ولكن طبعا مش هتفضل كده هيجي بقى ايه هنجيب فرشة مبططة او فرشة اصغر وهبدأ اخد من الغامق ده للفاتح يعني ايه من الخارج للدخل بهذا الشكل شوف بالشغل ازاي وبحركة دورانية كده بقلب الالوان كلها مع بعضها ده بيعمل لك عملية مسج للالوان طب ليه انت دخلت باللون الاخضر الفاتحة فانان في الاول وبعد كده دخلت بالدرجة الغامق لان دي مراحل اساسية في الشغل لازم حضرتك تجربها بنفسك وهتوصل لنتيجة كويسة جدا اه بنجيب الفرشة نحطها في المية زي ما شفت كده وهبدأ امزج اكتر واجيب من الغامق ده وادخل على الفاتح بحيس ان انا اجيب من الخارج للداخل طبعا دي مناطق الظل كلها دي عبارة عن تب عالية النمرق واقف عليها قطعة من الصخر اهي شوف كده المية اهي في الفرشة بتعملي مسجل اللون بشكل جميل جدا اهو بخف اللون الاسود ده بسياحه كله اللون اللي هو الدرجة الغامق هو طبعا مش اسود هو اخضر مضاف عليه قليل من الاسود عشان كده لما بتجي تكشفه بالمية بيبدأ يفتح معاك بسهولة ركز دي حفة التبة اللي هو او الصخرة اللي هو واقف عليها النمر داخل الطبلوع في الغابة وزي ما انت شايف النمر في حالة حركة وهنا بالفرشة كده زي ما قلتلك بتبدأ تكشف هنجيب بقى اللون الاصفر الخام وابدأ قد ضربات بهذا الشكل ابدأ افتح جوه من الاضاءة كده او ما كان فيه اضاءة كده من خلال اللون الاصفر هيدخل على الدرجة الزيتي بهذا الشكل حابب هنا اقول لحضرتك ركز في مسكة الفرشة وركز فيه اللون انا رميت اللون فين وببدأ اخد منه واوزع على الاجناب ازاي اهو ركز في الحاجات البسيطة دي هتفرق معاك في شغلك انا عايز اوصل لان الخلفية بتاعة الطايجر هنا خلفية غابة غابة يعني مجموعة من الاشجار الكسيفة بيخترقها بعض الضوء وكل الالوان بتاعتنا بتكون شبه بهتانا كده او شبه بهت او الوان بهتة او ضعيفة مش هتبقى الوان قوية بزي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي ببدأ اوزع اللون الاصفر كده على حواف شايف الالسنة اللي هي العالية دي بتيجي بهذا الشكل وببدأ املى المساحات اللي هي في الصخرة بهذا اللون الاصفر الكنالي زي ما انت شايف كده ودي كلها مراحل زي ما بقولك من مراحل الشغل اتمنى انك انت لما تحب تنفز تشغل الفيديو وتشاهده كويس وتبدأ تنفز وتشغله افضل كمان اسناء التنفيذ يبقى ده يساعدك اكتر يعني ببدأ اكشف كده حوالين الاطار من الداخل المناطق دي مناطق ظل قوية ببدأ اخد كده حبة ابيض مع الاصفر مع الاخضر يعني هجيب درجات فتحة شوف بقى ضربات الفرشة هنا شوف بقى ضربات الفرشة بضرب الفرشة ازاي ضربات متقربة بسيطة بمجرد بس هتديني ايه شكل للاعشاب من بعيد وايه اا اضاءة كده في اللي هقربتلك اكتر يا باشا اهو قربنا الكادر اكتر علشان حضراتكم تعيشوا معانا داخل هزي الغابة ازاي انا تصور الاضاءة بتاع الكاميرا واع على اوراق الشجر اا فاعطيك حاجة كده من البهتان او الالوان الضعيفة شفت بعد ما بدأت بالفواتح فوق بدأ اللون يختلط الاسفل شوية بدأ يختلط باللون الاصفر اتمنى من الناس تركز في كل كلمة انا بقولها لان انا مركز معاك قوي وعارف انا بقوله بالزبط اللوحة دي هنوصل بها لحد فين ده اللي حضرتك هتشوفه وهتستنتجه واحدة واحدة شوف هنا الاصفر اكتر ببدأ اخد من البلدة كده اللون اصفر اكتر وبعد كده ابدأ يعني انا محتاج مسلا ازود اضاءة ابدأ احط الفرشة في اللون الابيض يبدأ يديك اصفر بس فاتح شوية هنا بدأت ازود ابيض ركز معايا كده طبعا بعدنا الصورة علشان نشوف النتيجة من بعيد وببدأ افتح بقى شعاع ضوء في المنطقة دي باللون الابيض باخترك المساحة دي كلها باللون الابيض اهو علشان تديني زي ضوء كل اللي انا عايزه وهدفي من الموضوع هنا وهدفي من المنطقة دي ان انا اخلي الاشجار متدخلة ولونها باهت لونها متداخل وباهت ومجرد اضاءات اه واضحة ليا ومن بعيد طبعا المنطقة اللي هي اسفل الطايجر اللي هو الطايجر واقف عليها دي صخور اهو رمت لها في البداية كده لون اصفر وبضيف عليها الابيض وطبعا الحواف بتاعتها هتزبط اكتر من كده اهو بدأت تدخل بشيء كده زي اضاءات بسيطة في الحفة لاحظت ضربات دي كلها وان كانت سريعة شوية ولكن انا عارف ان حضرتك هتقدر تستنتجها بدي درجة غامق في الالسنة علشان اظهر العالي والواطفيها وبعمل الالسنة اخرى هنا بس اقل ارتفاعا ركز كده معايا انا بتابع معاك وانا بشرح برقل اهو بدأت تظهر الحفة ايه حفة التبة اللي واقف عليها ايه الطيجر رجله الورانية خالص الرجلة الخلفية خالص اللي هي اليمين موجودة على التبة اللي هي في النص والرجل الاخرى اللي هي على اليسار من الخلف موجودة على التبة الامامية لان هو في وضع حركة. وفرشة الام كده ود زي فروع بسيطة هناك على في اهو بيظهر الفروع بيظهر فروع اشجار بعيدة بتبدأ كده يبقى انت كده بتهتم بالخلفية قوي اللي هي داخل الطابلو وعود نفسك لو انت عايز تبقى محترف فعلا وتقدم اداء عالي عود نفسك انك تهتم بكل التفاصيل اللي انت ممكن تشوفها تفاصيل بسيطة ولكن هتفرق معاك في اخر وفي مجمل اللوحة ببدأ كده ادي ظل الضوء هنا جاي من داخل الطابلو على النمء وايضا الضوء ساقط في المكان نفسه اعلى النمء فهتلاقي الظل ظل النمء اسفل النمر مباشرة نشوف دي خيال الرجل بتاع النمر ايه رسمته وهتبقى ظهرة لك اهو واضحة قدام حضرتك اهو بعد كده بنشيل الاطار الخارجي اللي هو التيب الخارجي وبنحتفظ بالتيب الداخل شوية باكد على الضوء حوالين الظل الطايجر او الخيال بتاع رجل الطايجر بنحط ضوء ابيض كده حواليها عشان الظل يظهر اكتر اهم شايف حبة الاضاءات دي اه بتظهر لي اه بتدي لمسة جملية وبتديك ان فيه شمس قوية اوي في الاماكن دي لدارة ان هي ظهرة في الصورة معاك بلون فاتح بنزود حبة حشائش بالفرشاة بهذا الشكل بدأ الطابلو كده من الداخل يكتمل طب تعالى بقى الاهم نقطة واهم جزئية واللي كلنا منتظرينها وهي ازاي نلون النمء اولا بقول لحضرتك هات اللون الاسفر الجملي والاسفر الجملي شباب اللي هو معروف عندنا في مصر باللون الاسفر الجملي هو الاسفر الغامق تمام فيس اصفر لموني فاتح او اصفر كناري وده الاسفر الجامق تقريبا بنقول عليها اصفر جملي نسبة للون الجمل الاجمل تقريبا يعني وبنشيل كده الشريط اللي فوق عشان يظهر لك الاطار الابيض فيه الطابلو زي ما قلت لحضرتك وبتبدأ بالفرشاة وتاخد اللون وتنزل به كده بالشكل طبعا لو تفتكر قلتلك اللون الالم الفلومصر هيفرق معاك هنا ليه لان انا شغال بالوان مركزات مضافة على ورنيش مائي فالالوان معاك شفافة فاللون الالم هيستمر معاك فترة طويلة وهيساعدك في انك تبقى عارف معالم وملامح النمر اللي انت شغال عليها بتوزع اللون المبدئي ده لون مبدئي اللي هو لون جلد النمر اللي هو الاصفر الجملي ده بيديك لون قريب من اللون الدهبي بالشكل ده والمنطقة منطقة حركة الرجل مع بطن الطايجر هنا دي بيبقى فيها سنة ظل كده فدخلنا باللون ضفنا سنة ابيض ضفنا لون بني على الاصفر الجملي وعطينا درجة ظل يبقى بعد ما عطينا اللون المبدئي زودنا البني سنة على اللون الاصفر الجملي عشان نوزع الظل طيب بعد ما وزعنا مناطق الظل هوزع بقى المناطق الضوء شوف بقى هنا الضوء لانه جاي على الطايجر من اعلى في المكان نفسه اللي موجود فيه الطابلو والنمر خارج منه ففي ضوء جاي على الطايجر من فوق وفي ضوء جاي من داخل الطابلو لذلك قلت لك خيال النمر يبقى فين خيال النمر يبقى تحتيميش يبقى على الحاقط لان الطابلو هنا مش معلق على الحاقط يا شباب الطابلو هنا المفروض انه هو في وضع حركة جاي بجنبي اهو شوف بدأنا نزود الاضاءات باللون الابيض كده والابيض هنا بيختلط مع الاصفر الجملي وبتدي الاضاءات بتاعتك اهو بنوزع الضوء في لسعات ابيض كتير او في شعر في جلد النمر بيكون ابيض دي برضه نأكد عليها ونحطها بالفرشة والاول احنا هنا بنوزع ضوء يعني بنخلط اللون الابيض مع الاصفر الجملي كده وبنمزج الالوان كلها مع بعض اهو كل ده تنعيم وتجهيز للشوف شوف حطي السنة احمر بسيطة قوي وهبدأ قدي كده في الاماكن اللي هي معرضة للضوء هتظهر معاك بلون كده جلد النمر عاطي على زاخل على اللون الدهب كده اهو شوف بقى اللون كده قلب معاك بلون زي الدهب بالضبط بس ايه محمر شوية ازود فين يا باشا ازود في المناطق اللي هي عالية في اللي هي بتعلى معاك في جسم النمر اهو اتمنى يا رب يكون الشغل ده واضح والشرح يكون واضح وانتو ماشيين معايا خطوة خطوة بص ازاي طبعا في كل رسمة بنقول بيبقى عندنا لون مبدئي بنبدأ بيه وبعد كده يبقى عندنا لون اه لل الظل ولون للضوء الظل بيجي منين هو نفس اللون اللي عندك ولكن بتضيف عليه سنة اسود او سنة بنة حسب اللون اللي انت شغل بيه والضوء بيجي منين هو نفس اللون اللي انت شغل عليه ولكن بتضيف عليه سنة ابيض ركز معايا وانا ماشي معاك واحدة واحدة بعد كده شباب هنبدأ نجيب اللون الابيض الابيض بقى الصريح ابيض شطف زي بنقول وهنبدأ نحط لساعات الابيض في الاماكن اللي هي اماكن الجلد جلد النمر فيها اماكن ابيض واضحة يعني هنا انا بخفز اللون كده بسنة ابيض بقصر اللون الجامل ده وبعد كده بدخل شايف الاماكن دي شايف اللساعات الابيض ايه بتبدأ تظهر عندك ايه ركز كده شوف انا بفرشة فين طبعا عايزك تركز برضو وتلاحظ معايا منطقة الظل اللي هي اعلى الرجل اليمنى الخلفية منطقة الظل اللي هي اعلى الرجل اليمنى الخلفية اللي انا عملتها هتشوف عطيق عطيق عمق كده داخل الجسم اللي هو فخز النم بارز لأعلى في منطقة غطصة بعد كده بطن النمر بارزة لأعلى ده دي فايدة انك انت تحط الظل في هزي المنطقة طبعا درجة اللون الاحمر اللي خلنا بقى على الاصفر الجملي برضو واضح اللي عطيالك الاصفر الجملي عطيالك لون زي الزهب كده في جلد النمر بنبدأ نجيب بقى الخطوط شايف لما قلتلك الشغل بالقلم الفلومسطر وهيستمر معك هو ده بقى يكون الدليل بتاعك هنا في انك تدخل بالفرشاة باللون الاسود مع سنة البني وتبدأ تعيد على الخطوط وتظهرها بالشكل ده بس تظهرها بايه؟ تظهرها بالفرشا اهو انت هنا شغال وعندك الدليل بتاعك اللي هو ايه الخطوط المبدئية اللي انت لسمتها بالقلم الفلومسطر ومزالت مستمرة معك طبعا معك كل الدرجات يعني عايز تخطط بألوان فتحة عايز تخطط بألوان سودة قوي عايز تخطط بألوان اسود داخل على بني او بني في اسود بسيط كل ده موجود معاك في البلدة بحيث انك انت بتخلط بالفرشة بشكل زي ما انت عايز يعني الخطوط هنا في ايديتها ايه؟ الخطوط هنا هتظهر لك التكسيم والضخامة اللي فيه جسم النمر وبتحدد لك مثلا منطقة الرأس منطقة الفخزة منطقة البطن بتحدد لك كل الحاجات دي ركز بنوزع ازاي بدأ كده يكتمل شكل النمر والحركة بتاعته الجميلة والقوة قربت لك الكاميرا عشان تلاحظ اكتر الخطوط دي بتفرق قد ايه في الرسمة اهو الفرشة لها المفعول جميل جدا في الشغل من وجهة نظري انا الخاص وان كانت متعبة شوية عن مسدس الرشوة لكن بتدي اداء اعلى واداء واقع يعني منطقة الفم والعينين كل ده بنظهره بلمسات وضربات بسيطة جدا بالفرشة تقدر تشغل بالفرشة تحط الاماكن اللي فيها الضوء والاماكن اللي فيها الظل بشكل مريح جدا من خلال البلتة بتاعتك الظل بقى اسفل النمر طبعا قلنا لكم انه في ضوء ساقط على النمر من اعلى فعلشان كده خيال الظل خيال النمر مش هيكون على الحق هيكون على الارض وبالتالي هيكون حبة ظل خفيفة جدا باللون الابيض ضيفين عليه سنة ضيفنا على هذا الابيض سنة اسود بسيطة نقطة اسود بسيطة عطيط لنا هذا الظل اللي حضراتكم شايفينه بنفرشه كده بشكل افقي وطبعا بنجيب برضو ظل للاطار نفسه او البرواز على الحقط في الخلف وده للقائم وللنائم ايضا بنجيب له ظل اسفل منه بهذا الشكل طبعا الهدف هنا من موضوع الظل انك انت ازاي تجيب لون الظل بالفرشا بشكل جميل لون الظل هو نفس لون الجدار ولكن بتضيف عليه سنة اسود بسيطة شلنا الشريط اللاصق وزي ما حضراتكم شايفين بنأكد على الظل اهو بهذا الشكل يتبقى لون الفم وخاصة خروج اللسان بهذا الشكل باللون الاحمر ثم الابيض يكون بهكذا يعني لو حضرتك وصلت معايا للان ما تبخلش علينا بلايك اسفل الفيديو ده اعمل لنا كي نستمر اشوفكم اخير فيديو جديد اخوكم حامل عبدون جروت مصر العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته